ترجمة نانسي قنقر وزارة الإسكان وتخطيط العمراني وبنك الإسكان حيث تندرج تلك الجائزة تحت فئة المنتج والتكنولوجيا وتجربة العملاء ولدى تسلمها الجائزة أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أنه نتيجة لرؤى جلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بشأن توفير الحلول الإسكانية برنامج التمويلات الإسكانية في شهر أغسطس من العام الماضي وأضافت الوزيرة أن هذا البرنامج استطاع أن يثبت جدارته في توفير الخدمات الإسكانية لعدد كبير من المواطنين وهي وطيرة تبشر بتحقيق المزيد من المكتسبات في مسار الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة إنجاز جديد تمثل في فوز برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة بجائزة أفضل برنامج مبتكر لعام 2023 قبل شركة Middle East Economic Digest في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجاز يؤكد على إنفاذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وجهود الحكومة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي لطالما أكدت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم كافة الأطراب وتساهم في خدمة المجتمع لتوفير السكن الملائم مما يجعل هذا الإنجاز والتكريم يؤكد مواكبة تطلعات الحكومة للتوجهات الحديثة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين النهج السليم الذي تسير عليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في دعم الحركة العمرانية في مملكة البحرين تمثل في الفوز بهذه الجائزة التي تمثل إشادة وتحفيزا لمواصلة تطوير كافة البرامج الإسكانية المطروحة من الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث يمثل فوز برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة بجائزة أفضل برنامج مبتكر لعام 2023 دفعة لكافة الجهود الفوز بالجائزة أتى رغم حداثة برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أطلق في شهر أغسطس من العام المنصرم وهو البرنامج الذي تضمن برنامج تسهيل والذي وفر ثلاثة خيارات تمويلية جديدة وهي تسهيل عقاري وتسهيل البيت العود وتسهيل تعاون بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدمها برنامج مزايا بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية والذي تم توسع فيه من خلال طرح برنامج مزايا الفئة المستحدثة إلى جانب برنامج مزايا الحالي ترجمة نانسي قنقر